كتر حاجة بتفقدة في مصر على مستوى الشخصي تلعيلة معاك اه انا عائلتي معايا فاة بس طبعا اهلي هنا في مصر يعني والدي والدتي واخويا هنا في مصر طبعا الاهل والاصدقاء والشوارع والانفيرومنت يعني مثلا بجيب ولادي هنا كل سنة بيحب مصر جدا يعني طبعا يعني انا كنت جاي مراتي وابني زغير ادم كان عايز جي معايا من دائق جدا ان انا جاي من غيره هو بالنسباله يعني اصحاب واهله اكل وخروجات طبعا امريكا ما بينفصلوش يعني لا لا خالص امريكا جد شوية على ساعة ساعة بالليل كله بيقفل هنا طبعا تسعة الصبح انا عايش شوية هناك كنت بقى يعني اعايز اقولك لو كنت بقاوم بس ان انا عشان ما نمشي منظري وحش ان انا ما نمشي قبل عيالي يعني انا بنام قبل قبل ولدك انت خدت كم جايزة يعني يعني سبعة تمن جواز صح اول جايزة بتبقى الافضل ولا اخر جايزة لانها الاهمة والاعلى يعني اخر جايزة ليها المحقق الطبي الباحث الطبي الاكثر تمييزة او ثانيا او صحيح طبعا يعني هي كل واحدة كان بيها طعمها بس طبعا اول جايزة اللي هي جوني انفسيجيجيتر الورد بتاعت الـ 에ي اتش اي وبعد ديها اي سي سي طبعا كنت مرسوطة او ان انا بلونج تو دي كلاب يعني خلاص بيتم الاعتراف بيك اه بالضبط موضوع بيصعب كلما بيبقى اكتر صعوب حددت خلاص السبعة ونصف مليون دولار للفند حيتصرفه ازاي هو الصراحة اصعب حاجة فيها ان الواحد يلاقي تالنت يعني واحد يجيب ترينيز في مراحلة مختلفة يعني عايزين يشتغلوا بيشتغلوا كويس وعندهم افكار وعايزين بزير مجهود دي اصعب حاجة في الموضوع يعني اصعب حاجة يبقى عندك الباحث العالم الجديد الشاب العنصر البشري ده المهمة بنسبب لك اكتر من فلوس بكتير ما هي الفلوس دي ده هدفها يعني ان انا اعين تيم يعني اكوبمت ممكن هتجيب اكوبمت او ري ايجنس بس التيم اهم بس بنيادم هيعمليه بالمكرة بالضبط